أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيارة شركة بلاكراك كوب ريات شركات إدارة الأصول والمخاطر حول العالم مهمة لزيادة تعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة وخلال لقائه بمسؤولي الشركة العالمية بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية مؤكدا أن الأولويات للفترة الحالية تتمثل في تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلال الاجتماع أشهد العضو المنتدب للشركة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة مشيرا إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها مصر لتشجيع الشركات على بحث إمكانية استثمار المزيد من رؤوس الأموال في السوق المصرية ترجمة نانسي قنقر